السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا إلى يوم الثلاثة 8 أغسطس طبعا اليوم القمر موجود في برج الثور رح يظل موجود ورح يظل موجود في برج الثور لغاية ساعة وحدة وأربع دقائق من ظهر يوم الغد يوم الأربعاء بعدها بده ينتقل القمر ويصير في برج الجوزاء وبما أن القمر موجود في برج الثور معناته نشعر بالحذر أكثر اليوم كمان ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا شراء عقار ما وغضاء وقت ممتع في البيت أو مناسبات عقائرية أو عائلية والعقارات مقصود فيها شراء أو بيع أو استعجار أو الاهتمام بهذه المسائل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد أي الزاوية الساعة خمسة وتسعة دقائق صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد بالإضافة إلى النشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعابيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية ساعة ثمانية وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حوله كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية برضو بتمنحنا العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر وبننجح ماديا كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية الساعة ثنتين وستة واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر وبتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا راح تكون ذروتها ساعة 11 و49 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتحزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي وبرضو يعني هيك بتجيبنا مفاجآت غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما وبرضو تعطينا نوع من أنواع اللفت الانتباه أو بلفت انتباهنا كل ما هو مدهش وغريب وصلنا للتوقعات اليومية بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية وهي الفرصة بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتنا أغلب الأموال عادة لما القمر بيكون في البيت الثاني بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم وممكن نعالج استحقاق مالي أهم شيء أنه ما نتسرع بتوظيف الأموال بل نحاول أن نندقق بالتفاصيل ما في داعي للمغامرات والمجازفات المالية زي المضاربات أو المراهنات ابتطمئن خواطرنا نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ وممكن نحل مسائل مالية معقدة شوي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعى من مركزكم الاجتماعي برضو هذا اليوم جيد على المستوى العاطفي وتعزيز العلاقة مع الأحبة وبتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة وبتتشجع لمواجهة شيء صعب شوي ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات فمرضو أنت اليوم ملفت للانتباه حتى بتعاملك مع الجنس الآخر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ظهر اليوم الغد فعشان هيك انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما توقعوا على عقود وما تبدأوا أي عمل جديد اعملوا بشكل روتيني هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وتعتبر فترة يعني من أسوأ أيام الشهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحده بطلباته أو بتصرفاته أهمش أنه اليوم ما تبقوا وحدين الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتكم وتفرحوا بدعم من جهة ما طبعا الأجواء جيدة حتى اليوم ممكن يتوجه لك دعاوي لحضور حفلية ومناسبة أو يكون في لقاء اجتماعي أو تعزز علاقاتك من ضمن بعض المسؤولين أو من ضمن بعض الأشخاص اللي ممكن يدعموك بعمل ما برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو ممتاز جدا لإثبات جدارتكم أمام المسؤولين أهم مش إنه ما تتدمروا من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة وما تسمح لعواطفك بإنها تأثر على سلوكك وأداءك يعني بدك تكون شخص عقلان اليوم الشوي بدك تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج الأجواء جيدة وداعمة ولكن بدون ما تشوه سمعتك بتصرفاتك وانفعلاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيصلكم خبر من خارج البلاد أو من بعيد أو من أحد أشخاص قاطنين في بلاد أجنبية وبرضو بتنشطوا بالتواصل والاتصالات والسفريات مع أشخاص خارج البلاد أو حتى أمور إلها علاقة بالسفر أو الاستراد والتصدير أو حتى الأمور العاطفية وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصيرها عالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي لوصلها بشراكة أو تعويض طبعاً شراكة مقصود فيها شراكة مالية أو عاطفية يعني ممكن من الزوج من الزوج يتحصلوا بعض الأموال أو من شركاء العمل أو بنك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل وتعويضات ممكن الطالب إذا إلك ميرات الطالب بحقوقك صحتكم أو صحت قريب لألكم بحاجة للرعاية حاولوا أنك تسارعوا لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ما بيتخلى عن موليد برج الميزان عن مطالب لا إلو اليوم ممكن يعني بعض الأشياء أنت تصم عليها أكثر أهم مش أنك تتصرف دون طباطه لتصحيح الأوضاع وععادة بعض الأمور لنصابها وممكن تنشغل بمعاملة أو أوراق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلك تماما فما زال اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وتعزيز علاقاتكم مع شركائكم شركاء المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج كمصالحات أو تقارب فكري أهم مش أنك تتجنبوا الإنفعالات اللي ممكن تخفي عداوي لاسيما مع الإدارات والمسؤولين وبحضرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك رح تكون خاسر لا محالي خلال هذا اليوم لأنه عادة طاقتك ضعيفة معناته خصمك قوي وشرس أكثر منك وممكن تكون عنده الحجة لأنه ما رح يكون متسرع برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم أهم شيء أن تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر وما تلتهوا بالأمور اللي ما في منها فائدة ومن المستحسن إنك تبدأوا عملكم بباكرا وإذا أردتوا نتائج مرضية فهذه الفترة مثمرة وسعيدة وممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم ترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء أن تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لأحباكم ابتنموا بعض العلاقات وابتتزدهر ولكن لا تسمح لشؤونك الصحية بأنها تأثر عليك يعني ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلهي علاقة بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين أو مسألة شوية بتتعلق فيهم تأرقك فلا تلتهي فيها برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية وممكن تنشغله بمسائل عائلية اليوم أهمش أنك ما تترك أي شخص أو أي أحد يحبطك ويحبط طموحاتك وحاول أنك يعني ما تسمح لحد بأنه يدخل في شؤونك حاذر الخلافات وحاول أنك ما تضخم الأمور بتبدو اليوم مرهف الإحساس ومتوتر بسبب طلق ما برضو في بعض الاهتمام بمسائل لها علاقة بالسفر أو ارتباط أو وعكي صحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطه اليوم بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة وبرضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تحافظه على الموضوعية والهدوء والرصانة وحصن نفسك بشكل جيد بالمعنويات المرتفعة بتكون في عندك تنقلات مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة في الأفكار والأعذار أهم شيء أنك تتمتع اليوم بهذا الجو الجميل فعندك نشاط حركة وقدرة على الإقناع عالية وحماسة واضحة تماما هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر